السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا وسهلا بكم في سلسلة جديدة من سلسلة حلقات حسن خطك العجيب مع احمد غريب والنهاردة ان شاء الله مع كراسة الخط العربي للصف الثالث الاعدادي صفحة ستاشر وسبعتاشر وطبعا الكراسة كلها بخط الرقب نبدأ نكتب كده مع بعض من المين مطموصة النون هنا على السطر عاملة العين تجاه من اعلى نقطة من فوق لان اللام هنا تستقر على السطر صالحا ادي حرف الصاد مع الالف الالف تكون عمودية على حرف الصاد ويدي هنا حرف اللام مع الحاق فلنفسه الفاق مطموصة في اول الكلمة والفاق في وسط الكلمة بتكون مفرغة من الداخل والسين ممكن تعملها بتلات سنون صغيرة وممكن تعملها من غير سنون الواو هنا بتكون مطموصة وتستقر على السطر وهنا من النون عملناها بنقطة لها شكلين طبعا النون اساءة السين بدون سنون هنا الفاق في اول الكلمة مطموصة العين مطموصة في وسط الكلمة هنا بقى حرف الياء مع الهاء بتعمله كنترة اي سنة قبل الهاء تعملها كنترة ما تعملهاش سنة واضحة او سنة صريحة الميم طبعا مطموصة في خط الرقعة هنا الباق وقايد الكاف الكاف ليها شكلين طبعا ده شكل منهم الباق مع حرف الزاء بتيجي من تحت الحرف بالشكل ده والصاد والضاد نفس الكلام برضو الميم مطموصة وبتنزل تحت السطر في اخر الكلمة هنا العين مطموصة برضو والدال هنا لها سنة صغيرة وتستقر على السطر نشوف كده الحروف اللي نزل تحت السطر هنا في النموذج اللي معنا هنلاقي حرف الهاء بس في وسط الكلمة هو اللي نزل تحت السطر والميم في اخر الكلمة نشوف بقا هنا النون النون ليها شكلين الحروف المطموصة معنا زي ما انت شايف الوا والميم الفا والعين ووسط الكلمة الوا والميم والميم والعين نشوف هنا بقا حرف الزاء دي كده غلط لازم اي حرف ييجي قبل حرف الزاء بيجي من تحت الحرف بالشكل ده تعالوا نشوف مع بعض النموذج الثاني من امثال العرب الميم مطموصة النون على السطر هنا اللام على السطر الثلاث نقاط بتعملها زي راس مسلس او الثمانية العرب العين مطموصة ومرفوع فوق السطر لان بعدها حرف الراء والراء هنا مش بتنزل تحت السطر هنا العين بتعمل رقم اتنين وخلط مية اللي كده من تحت وادي الكاف زي ما انتفقنا عرفنا بنكتبها ازاي هنا على العين واللام ترفعها فوق لان هنا الالف المكسورة تستقل على السطر اول الكلمة مطموصة القاف وسط الكلمة مفرغة من الداخل الكاف هنا الشكل التاني لحرف الكاف هنا النون قبل الجيم تعملها كنترة اتفاقنا ان اي سنة اي حرف مسنن يجي قبل الجيم يأتي من اعلى ويكتب كنترة وهنا حرف الحق مع الراء مرتفع عن السطر والراء تستقل على السطر والراء هنا بدون سن وهنا حرف العين مع الدال الدال هنا لها سن نشوف مع بعض الحروف اللي نزلت ولا حرف نزل تحت السطر هنا الحرف المطموصة الميم والعين الفاق او الكلمة الميم وسط الكلمة الميم في الجميع احوالها بكون مطموصة الكاف زي ما قلت لك لها شكلين اهو كاف مكوناة من حرف الالف مع حرف الباق وضعت لها فوق تعمل حرف دال والشكل التاني اهو تحط شرط الكاف واشتغل على اي واحدة فيهم طبعا الاتنين صح وبكده يكون انتهى درسان النهاردة يا رب اكون قدرت اوصل المعلومة صح ولو في اي سؤال او اي استفسار ممكن تكتبلي في التعليقات وان شاء الله اتواصل معاكم كان معكم احمد غريب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته